اشتركوا في القناة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعضاء اللجنة الوطنية العالية لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وذلك بمناسبة الذكرى السابعة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ عمر محمد مظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو الأخوة والأخوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في هذا اللقاء المبارك أن نحتفي بالذكرى السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني التي نستذكرها بكل إكبار كانطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية والتي جاءت ملبية لتطلعات شعبنا الوفي بإجماع غير مسبوق جسد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري ولنا الفخر أن نشهد اليوم النتائج الطيبة لتجربة وطنية نعتز بها جميعاً نحمل مع كل مواطن ومواطنة شرف صيانتها ومسؤولية المضي بها قدماً نحو الأفضل لما تحمله من قيمة تاريخية كبرى ساهم في وضع عسسها مختلف قطاعات مجتمعنا المدني بقواه المستنيرة وشخصياتها الوطنية من رجاله ونسائه الكرام ونود التأكيد هنا على أن ميثاق العمل الوطني قد استطاع وبجدارة أن يعمق الأرث الحضاري الخصب للبحرين حيث جاء معبراً عن آمالكم وتطلعاتكم الوطنية وتعمل مبادئ الرحبة على ترسيخ وحدة الصف والوطن ونبذي الفرقة والطائفية وحماية قيم السلام والتسامح فالميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راعن لحقوق الإنسان معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضان للتعددية الفكرية والثقافية ويعود نجاحنا في ذلك من بعد الله لما يتميز به الإنسان البحريني المتحذر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم الأخوة والأخوات لقد اعتمد الميثاق منذ إقرار مرجعاً رسمياً لعملنا الوطني صيقة المشاركة الوطنية في صناعة القرار تمثلت في إقامة نظام المجلسين الشورى والنواب كما هو في قالب دول العالم وقد تطور عمله المشترك بشكل متدرج من خلال أربعة فصول تشريعية ثرية بالإنجاز إلى جانب استكمال الحقوق السياسية للمرأة ومن هنا فأننا نعيد التأكيد على أهمية التعاون المستمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تسريع وتيرة العمل وخصوصاً الموجهة نحو تنويع مصادر الدخل وتنمية اقتصادنا الوطني دون إخلال بمكتسبات المواطنين وبما يرتقي بمستوياتهم المعيشية مكررين بهذا الشأن توجيهنا بإعادة هيكلة الدعم ووصول إلى مستحقيه من المواطنين وفق أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار التطورات في جميع المجالات ونشيد في هذا الإطار بالإنجازات المتميزة التي تحققها السلطة التشريعية بغرفتها وقيامها بأدوارها الدستورية المناطبها على أكمل وجه وما تجتهد فيه بذل على صعيد الدبلوماسية التشريعية للإسهام في الترويج للوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين ولا يساعنا ونحن نسترجع تلك المحطات الهامة في مسيرة تطور الحياة الدستورية في البلاد إلا الإعراب عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة صياقة ميثاق العمل الوطني وكافة اللجان التي وضعت الميثاق موضع التطبيق لنصل إلى ما وصلنا إليه من نتائج باهرة وبعون من الله ستظل ثوابت ميثاق العمل الوطني بروحها المتجددة ورؤيتها الواعدة دافعا للمزيد من البناء والتطوير مستندين بذلك على احترام حكم القانون من خلال المؤسسات الدستورية للارتقاء بمسيرتنا الوطنية التي تستمد قوتها من روح المشاركة الإيجابية وقيم الانتماء الوطني النابعة من تلك الإرادة البحرينية التي كتب الله لها وبشواهد التاريخ أن تكون حرة أبية ومستقلة وفي الختام وبهذه المناسبة العزيزة فأنني أدعو الجميع كلا من واقع مسؤوليته إلى التمسك بجوهر ومبادئ هذه الوثيقة المعبرة عن آمالنا والموحدة لمواقفنا بالمحافظة على ما تحقق وبمواصلة العمل المخلص للبناء على مكاسبنا وإنجازاتنا والله نسأل أن يحفظ بلادنا وأمننا وأن يجعل أيامنا الوطنية مناسبات فرح ومدعاته فخر وأن يعيننا وإياكم على بذل المزيد في سبيل تقدمنا ورفعة شأننا أنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد رفع الجميع إلى المقام السامي لصاحب الجلالة أصدق التهاني والتبركات وأطيب التمنيات بهذه المناسبة العزيزة معربين عن بالغ الفخر والاعتزاز بما حققته البلاد في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك المفدى من إنجازات رائدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والتي جعلتها تحظى بمكانة متقدمة بين دول العالم مشيدين بالجهود الطيبة لجلالة الملك المفدى من أجل الارتقاء بعلاقات المملكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقفها المشرفة في المحافل الدولية وتعزيز دورها الريادي في محيطها العربي والدولي دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العاهلة المفدى ويسدد خطاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة النهضة والتنمية والتطور التي تشهدها البحرين في عهده الزاهر هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مادبة غداء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر